اهلا بكم وإلى العنوين ترامب يحذر من انهيار أسواق المال في حال عزله بعد اعتراف محاميه بالتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بولتون ينقل عن الروس تأكيدهم أن خروج القوات الإيرانية من سوريا أمر غير قابل للتطبيق وموسكو تدعو واشنطن إلى النظر في وجودها غير الشرعي هناك الجيش اليمني واللجان الشعبية يساعدون مواقع عسكرية داخل الحدود السعودية كندا تبدي قلقها الشديد من الحديث عن اعدام لناشطات سعوديات ودقارير غربية تقول أن الرياض تواجه مأزق هرو برؤوس الأموال نفسني يعني مش مرتاح إنسان بعيد هو بجهة وعيده بجهة وفي النشرة أيضا العيد في دور المسنين في تونس رعاية واهتمام لا يلغيان حسرة البعض عن الأقارم حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أسواق المال ستنهار إذا عزل من منصبه وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بشأن اعتراف محاميه بالتأثير في الانتخابات الأمريكية بتعليمات منه تحدثت ترامب عن تقدم اقتصادي قال إنه تحقق خلال رئاسته إذا عزلت فإنني أعتقد أن السوق سينهار وسيصبح الجميع فقيرا جدا وسنرى أرقاما لا يمكن تصديقها في المقابل لو أن هيلاري كلينتون والديمقراطيين فازوا في الانتخابات لكانت الأوضاع أسوأ بكثير لقد وضعت أنظمة جديدة خفت الضرائب ومنذ اليوم الأول وفرت 48 ألف وظيفة عندما انتخبت رئيسا قلت للرئيس الصيني إننا لا يمكن أن نمنحكم 5 مليارات دولار في العام وتأخرت في تسوية ملف كوريا الشمالية لأنني أردت أن تساهم الصين في ذلك أيضا الصين ساعدت كثيرا في ملف كوريا الشمالية وأمل أن تستمر في فعل ذلك ولكن كان لدينا عجز في التبادل مع الصين وهذا لن يحصل من جديد كلم ترامب يأتي بالتزامن مع دعوة الديمقراطيين إلى ضرورة فتح تحقيق فيما يقوم به تجاه وزارة العدل رفض نواب الحزب الجمهوري بحث إجراءات عزل الرئيس على خلفية ما يدور في المحاكم الآن رغم سعيه للنأي بنفسه عما يدور في أروقة المحاكم في بلاده إلا أن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصة الكبرى في انتقادات متزايدة على مختلف المستويات السياسية وبالذات بعد إدانة مساعدين موثوقين من فريق عمله سابقا هما مدير حملته الانتخابية بول مانفورد ومحاميه مايكل كوهين لإعترافهما بما وجه إليهما من تهم مالية وسياسية أثرت في نتيجة الانتخابة الرئاسية قبل عامين أمس كان بمثابة يوم الحساب للرئيس الأمريكي لأن ما قيل في الاعتراف يجرمه أعتقد أن ما حدث أدى إلى تعزيز الحجة لحماية تحقيق مولر وأنا انضممت إلى زميل جيري نادلر الذي دعا إلى إجراء تحقيق فيما يقوم به الرئيس بالنسبة إلى وزارة العدل وبالنسبة إلينا أيضا لحماية التحقيق ترامب غرد مميزا بين مانفرد الذي عده رجلا طيبا وبين كوهين الذي قال إنه لا ينصح من يحتاج إلى محام بأن يلجأ إليه فاتفاق كوهين مع المحكمة على أن دفع المال مقابل سكوت نساء عن مقادة ترامب بتهمة التحرش هو جريمة فيما يصر ترامب على أنها ليست كذلك لقد عرفت ذلك لاحقا لكن الأموال لم تدفع من صندوق الحملة أنا دفعتها وكتبت تغريدة في هذا الشأن هذا ليس انتهاك للحملة حملة الانتقادات ضد ترامب إلى تصاعد ولسيما أن ما يتداول عن نيته العفو عن مانفرد يعد تدخلا في قرارات القضاء الأمر الذي نفه البيت الأبيض لرئيس صلاحية إصدار عفو رئاسي بالطبع ولكن قرار مماثرا بخصوص مانفرد لم يتخذ ولا أعلم بوجود نقاش أصلا حول هذا الأمر لعل ما يواجهه ترامب اليوم داخليا هو التحد الأكبر أمامه كرئيس وأيضا أمام حزبه الجمهوري ولسيما أن توقيت محاكمات مساعدته يأتي قبل أسابيع من انتخابات تشريعية نصفية يأمل الديمقراطيون أن تعيد إليهم الغالبية في الكونغرس ووفق مراقبين فإن التطورات المتلحقة مع ترامب والجمهوريين المربكين بسبب اعترافات موثقة من قبل مساعدة ترامب بانتهاك القوانين ستساعد منافسهم الديمقراطيين كثيرا في تحقيق أمالهم معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان منذر أهلا بك واضح بأن ترامب يربط مصيره بمصير البلاد الاقتصادي وبنبرة مليئة بالتحدي أمام هذا الواقع لسيد البيت الأبيض ما هو السيناريو المطروح حاليا؟ بالتأكيد ترامب تم توجيه أقوى ضربة له فيما يتعلق في ملف التحقيقات والاتهامات التي سيقت ضده حتى الآن عندما يعترف محاميه وهو عمل معه لسنين طويلة بأن ترامب كان على علم بأمر هو نفاه بأنه ليس له علم في موضوع تقديم أموال هذه الأموال لشراء سكوت امرأتين كان لديه علاقة معهما لذلك يمكن أن يكون ذلك أن الأمال قد دفع من الحملة الانتخابية وفي هذه الحال هذه مخالفة قانونية طبعا ترامب عبر التغريدات هو يدافع عن نفسه ويقول لا ترتقي إلى جريمة ويذكر بأنه كان هناك انتهاكات أو مخالفات لأوباما سابقا الضربة القوية هنا بأن هذا الأمر يمكن أن يربط في ملف التحقيقات حول الانتخابات والعلاقة مع روسيا وغيرها ومدى معرفة وضلوع ترامب أو أبنائه في موضوع تم نفيه أكثر من مرة وتكذيبه المشكلة هنا أن الحزب الجمهوري لا يزال صامت الأكبر ولماذا الصامت الأكبر؟ لأن الانتخابات النصفية قادمة ولا يرغب في أن يؤثر سلبيا على حزوز الحزب الجمهوري مسألة عزل الرئيس لا تزال حتى من قبل الحزب الديمقراطي ليست بأصوات قوية لماذا؟ لأن عملية عزل الرئيس تفترض أمرين أن يكون هناك موافقة من أعضاء مجلس النواب 50 زائد واحد من أعضاء مجلس النواب ليس 50 عضوا أغلبية 50 زائد واحد ومجلس الشيوخ في الثلثين هذا الأمر حتى الآن ليس من الحزب الديمقراطي أغلبية تدعو إلى ذلك لأنها تنتظر نتائج التحقيقات وطبعا هناك انتقادات وهناك دعوات من البعض الحزب الجمهوري صامت كليا الأمر الثاني هو أن يكون هناك تهمة جنائية واضحة للرئيس وبالتالي يتم محاكمته على أساس هذه التهمة الجنائية حتى الآن لم ترتقي المسألة إلى مثل هذا الأمر لذلك يمكن أن يستخدم موضوع عزل الرئيس والانتقاد له في الحملات الانتخابية وخاصة الحملة الانتخابية القادمة إذا حصل الحزب الديمقراطي على أغلبية واضحة في مجلس النواب يمكن أن يتحول مسألة عزل الرئيس إلى قضية معقولة خاصة أن هناك اتهامات جدية لترامب بمخالفة القوانين بانتهاكها وربما حتى في أمور جنائية ولكن سيبقى الحزب الجمهوري هو الحاسم وقادة الحزب الجمهوري الرئيسيين هم العناصر الحاسمة لنتذكر أن نيكسون نجح في الانتخابات للدورة الثانية ولكنه لم يتم عزله إلا عندما أتى قادة الحزب الجمهوري وقالوا له إذا لم تستقل سيكون هناك مشكلة كبرى بأنه سيتم محاكمتك لم تصل الأمور بعد إلى هذا المستوى وإن كان هناك اتهامات جدية خاصة من قبل شخصين مقربين جدا كانوا من رئيس ترامب يعني رئيس حملة الانتخابية ومحاميه مما يوضح أن هناك إمكانية لأن يقع أن تكشف بعض التحقيقات لأن هناك معلومات على فكرة لأيضا المحامي كوهين معلومات قد يكشفها للمحقق مولر ذات صلة بالملف الآخر ملف التحقيقات حول العلاقة بالانتخابات والحملة الانتخابية السابقة هذا يعني أن ربما تكشف الأيام مزيد من الضربات وقد تكون ضربات حقيقية شديدة تقربه من موضوع الدعوة إلى العزل أمام هذا الواقع موقف الجمهوريين حتى لو ارتبط مصير البلاد ترامب يقول ستصبحون فقراء جدا ويتحدث عن وضع اقتصادي منهار ستنهار الحالة الاقتصادية هل سيمدون في هذا الاتجاه؟ طبعا هذه مبالغة من قبل ترامب هو يبالغ في كل الأمور ويبالغ بأن صحيح أن الأداء الاقتصادي الأمريكي متحسن والنمو أفضل ولكن البورسة تصعد وتهبط بأسباب تحت حكمه لا شك الوضع الاقتصادي تحسن قليلا ولكن بالمدى القريب على المدى البعيد يمكن الوضع الاقتصادي والإجراءات للحرب التجارية والرسوم الجمهورية التي يقوم بها يمكن أن تؤدي إلى بالفعل إحداث كارثة أقتصادية مسألة أن تنهار البورسة قد يكون معه حق مجرد أن يكون أي رئيس وليس ترامب نفسه سيؤدي إلى انهيار سوق البورسة ولكن هل سينهار كل الاقتصاد الأمريكي؟ هل سيصبح كل الناس فقراء؟ لا بالتأكيد لأن هناك نائب الرئيس هناك إجراءة دستورية ويمكن أن ينتهي الرئيس ويأتي رئيس آخر وبالتالي بالتأكيد ولكن خلال فترة محددة يمكن هو يحاول استخدام هذا التهديد وهذا التلويح لإبعاد الحزب الجمهوري خاصة عن إمكانية التفكير بالقبول بفكرة العزل وقبول أن يأتي مكانه يعني يعزى الرئيس ويأتي نائبه وسيكون جمهوري حتى الانتخابات الطبيعية العادية القادمة الرئاسية وبالتالي هذا الأمر هو يحاول تهويل للحيلولة دون أن يكون هناك أي إجراء أو تفكير بهذا الإجراء ضده مدير مكتب الميادين منذر سليمان كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات فرضت الصين رسوما جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 16 مليار دولار ردا على إجراء أمريكي المماثل وكانت واشنطن قد فرضت مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار أيمن فاضل سعادت الولايات المتحدة حربها التجارية مع الصين لتطال الرسوم والرسوم المضادة سلعا بقيمة 100 مليار دولار مع تفعيل الحزمة الأخيرة بالتزامن مع اجتماعات بين مسؤولين اقتصاديين من الجانبين في واشنطن توقع لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا تثمر عن نتائج تذكر الصين تأمل أن تؤدي المحادثات في واشنطن إلى نتائج جيدة فنحن لا نريد الحرب التجارية لكننا أجبرنا على الدفاع عن مصالحنا في مواجهة الرسوم التي فردت علينا الحرب التجارية التي افتعلتها واشنطن دفعت واردات الحبوب الصينية من الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ عقود وبسبب الرسوم الجوابية الصينية والأوروبية على الرسوم الأمريكية تعرض القطاع الزراعي الأمريكي لخسائر تصل إلى 11 مليار دولار في وقت يتوقع أن تصل الخسائر إلى 60 مليار نهاية العام واقع لم يمنع الولايات المتحدة من أعلانها أن لديها اقتصاد أقوى بكثير من الاقتصاد الصيني وذلك على لسان وزير التجارة والبروس في وقت هدد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات من الصين البالغ قيمتها 500 مليار دولار وتفوق صادرات الصين إلى أمريكا بكثير عما تستورده ما يثير مخاوف من أن بيكين قد تدرس أشكال أخرى للرد مثل زيادة صعوبة عمل الشركات الأمريكية في الصين أو السماح لعملتها بالانخفاض أكثر لدعم مصدريها قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن تقدما كبيرا تحقق خلال المباحثات مع نظيره الروسي نيكولاي بيترو تشاف في جينيف وأشار بولتون إلى أن المباحثات لم تتطرق إلى قضية العقوبات على روسيا وفي الشأن الإيراني أكد أن الجانب الروسي لا يرى مطلب خروج القوات الإيرانية من سوريا أمرا قابلا للتطبيق شدد على أن واشنطن ملتزم بتطبيق العقوبات ضد تهران في موعدها المقرر بيترو تشاف وفي بيان صدر في جونيف أعلن أن الجانبين كانوا يخططان لتوقيع بيان مشترك لكن واشنطن أرادت ذكرى التدخل الروسي في الانتخابات وقال بيترو تشاف أنه اتفق مع بولتون على استئناف العمل بين مجلسي الأمن القومي وقنوات الاتصال بين الوزرات المختصة بما في ذلك الخارجية والدفاع وقيادتها الأركان وأشار إلى أن المباحثات تناولت الأمن السبراني والوضع في سوريا وكذلك في الشرق الأوسط المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا دعت الولايات المتحدة إلى البدء بإخراج قوتها من سوريا قبل ربط التعاون مع روسيا بخروج القوات الإيرانية وسألت زخاروفا الأمريكيين عن سبب وجودهم في سوريا وكيف دخلوا إليها وبالتالي فأن وجودهم غير شرعي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو السوري رسد ودمر ثلاثة طائرات هجومية مسيرة أطلقها مسلحون جنوبي محافظة إدلب وقال بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا قال أن الطائرات أطلقت من الأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة على الأطراف الغربية لقرية أبو دالي في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب ونضم إلينا من جنيف مراسل الميادين موسى عاصي موسى وأنت تتابع هذه المبحثات والمحادثات ومن يتابعها للوهلة الأولى يشعر بأنه قبى قوسين أو أدنى من التوافق على نقاط عديدة وبعدها فجأة نرى هناك تباين في المواقف ما الذي يجري بالضبط؟ يعني بداية لم يكن أحد يتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بين بولتون ونظيرها الروسي نيكولاي باترشيف بأي تقدم على أساس أن التصعيد الذي سبق هذا اللقاء وصل إلى دروته من خلال التصريحات التي تحدث بها السيد جون بولتون من إسرائيل بعد لقائه بنيمين نتنياو هناك خصوصا بالملف السوري والملف الإيراني هنا لم يتغير شيء النقطة الوحيدة الإيجابية التي يمكن التحدث عنها هنا هي الاتفاق على إعادة التواصل بين الوكالات الأمنية بين الطرفين هذه النقطة الوحيدة مع ذلك هناك خلافات في وجهة النظر بكافة الملفات وخصوصا بالملف السوري وتحديدا التواجد الإيراني في سوريا الخلافات بين الطرفين بقيت على حالها منذ قمة هلسينكي الجانب الأمريكي يطالب الروس بأن يعمل على سحب القوات الإيرانية من سوريا من دون أي قيد أو شرط بينما يعتبر الجانب الروسي بأن هذه المسألة غير قابلة للتحقيق على أساس أن من دعا القوات الإيرانية إلى سوريا هي الحكومة السورية وليس روسيا وعلى الحكومة السورية هي أو للحكومة السورية وحدها الحق بأن تطلب من القوات الإيرانية مغادرة سوريا وهذا الأمر يعود لدماج فقط إلى غير هذا الموقف السوء الروسي المعلن ولكن جون بولتون تحدث أو لمح في إشارة إلى بعض المفاوضات ربما تجري خلف الكواليس بين الطرفين حول مقايضات قال جون بولتون بأن هناك طرح من قبل الروس بأن يبتعد الإيرانيون عن الحدود أو يتم تقليص التواجد الإيراني في سوريا مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن إيران ولكن هذا الأمر بحسب ما قال جون بولتون مرفوض رفضا تاما من قبل الإدارة الأمريكية التي تصر على فرض العقوبات على إيران تماما كما كان الوضع قبل العام 2015 أي قبل توقيع الاتفاق النووي في فيينا المسائل الأخرى التي جرى الحديث عنها أيضا هي مسألة كف الحد من التسلح وبالمسألة الأوكرانية وغيرها من الملفات ولكن هناك اتفاق أيضا على إعادة اللقاء في المرحلة المقبلة ولكن في وسنطن بين الطرفين هذه إشارة واضحة إلى أن التفاهمات ربما تسير قدما بين الطرفين على اللقاء تحديدا أو على التواصل واللقاءات تحديدا ولكن الملفات الكبرى خصوصا الملف السوري بقي الخلاف كبير جدا شكرا جزيلا لك موسى عاصم ورسل الميدين كنت معنا من جناف نقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر محلية في إدلب أن عناصر من جماعة الخوذ البيضاء نقلوا شحنة من ثمانية براميلة إلى منطقة جسر الشغور الواقع تحت سيطرة جبهة النصرة الواقع أشارت إلى أن نقل شحنة الكلور من معمل متخصص في إعادة تصنيع الكلور في منطقة أطمع عند الحدود التركية تزامن مع أعلان النفير ضمن جماعة الخوذ البيضاء واستدعاء عناصر الأحتياط من عدة مناطق في إدلب عناصر الخوذ البيضاء فبركوا خلال سنوات سابقة سيناريوهات لهجمات كيميائية لاتهام الجيش السوري بتنفيذها التطورات الأخيرة تشير إلى احتمال أعدادهم لتمثلية جديدة مشابهة هبة الله بيطار في كل مرة يروج المسلحون في سوريا ودعمهم الغربيون لحصول هجوم كيميائي يصادف أن عناصر الخوذ البيضاء ينتشرون في موقع الهجوم المزعوم بعد هزمة المسلحين في الغوطة الشرقية لدمشق وفي جنوب سوريا هرب عناصر الخوذ البيضاء إلى الأردن بمساعدة الجيش الإسرائيلي لينقلوا بعد ذلك إلى كندا وبريطانيا وألمانيا أما من بقي منهم فذهب إلى إدلب التي يبدو أنها ستكون مسرحا لتمثيلية هجوم كيميائي جديد من إخراج الخوذ البيضاء ما الذي يدفع إلى هذا الاعتقاد إنه التزامن المريب للتهديد الأمريكي والفرنسي والبريطاني بالرد إذا استخدم الجيش السوري السلاح الكيميائي في إدلب مع ما كشفته مصادر محلية في المحافظة نفسها عن نقل عناصر من الخوذ البيضاء شحنة من ثمانية براميل من معمل متخصص في إعادة تصنيع مادة الكلور في منطقة أطمى عند الحدود التركية إلى منطقة جسر الشغور التي تسيطر عليها جبهة النصر وفقا لوكالة سبوتنك وترافق ذلك أيضا مع إعلان النفير ضمن الجماعة إياها واستدعاء عناصر الاحتياط من عدة مناطق في إدلب عناصر الخوذ البيضاء تمرسوا خلال السنوات الماضية في فبركة الهجمات الكيميائية لاتهام الحكومة السورية بتنفيذها حصل ذلك غير مرة في إدلب وفي الغوطة الشرقية أدلة عديدة أثبتت ذلك منها شهادات سكان من المناطق التي تعرضت للهجوم المزعوم إضافة إلى العثور على ورش عمل للمسلحين تستخدم في إنتاج أسلحة كيميائية في مناطق انتشار الخوذ البيضاء الخارجية الفرنسية رأت أن شروط عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم لم تكتمل بعد بيان الناطق باسم الوزارة وصف عودة اللاجئين بالأمر الوهمي وأكد أنها يجب أن تكون طوعية وأن يوفر لهم العيش بكرامة وفق معايير مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح في حادثة طعن في إحدى ضواحي باريس في هجوم تبناه تنظيم داعش الحادث أودت بحياة أم المهاجم وأخته فيما قتل هو بنيران الشرطة ونفذ المهاجم هجومه في الشارع قبل أن يحتمي بأحد المنازل وزير الداخلية جرار كولومب أشار إلى أن الجاني كان يعاني من اضطرابات نفسية شديدة وكان معروفا للشرطة بميوله الإرهابية من دون أن يعني ذلك أنه لبى دعوة تنظيمات إرهابية مثل داعش للتحرك تصريحات كندية جديدة تنتقد اعتقال السعودية لنشطاء حقوق الإنسان ما يفاقم الأزمة بين البلدين ويذكر بما كتبه لومبرغ عن أن مشكلة السعودية الحقية هي هروب رؤوس الأموال التفاصيل مع سارة الحاف أهلا بكم مرة جديدة انتقدت كندا سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين على خلفية تصريحات كندية سابقة تنتقد اعتقال نشطات سعوديات وتطالب الرياض بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لم تمنع وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من الأعراب عن قلقها الشديد على النشطة السعودية أسراء الغمغام صحيفة جلوب اند ميل الكندية قالت أن مكتب فريلاند وبعد سؤال الخارجية عن قضية الغمغام أصدر بيانا عبر خلاله عن القلق من اعتقال نشطات سعوديات رغم اعتبار الرياضة تصريحات الكندية السابقة تدخلا سافرا في شؤونها تصريحات تفاقم الأزمة بين البلدين والتي وصلت إلى حد طرد السفير الكندي من السعودية وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية بين الطرفين لكن المشكلة تتعدى موضوع التدخل في شؤون بلد آخر بحسب الموقع الاقتصادي الأمريكي بلومبرغ الذي رأى أن المشكلة السعودية ليست في المعركة مع كندا بل في هروب رؤوس الأموال فبالرغم من أن حجم التجارة بين السعودية وكندا ضائل لكن هذا الخلافة الدبلوماسية زاد من أجواء الشعور بالخطر داخل مجالات الاستثمار السعودي ما سيؤدي إلى إخافة المزيد من رؤوس الأموال ودفعها إلى مغادرة السعودية وتقليص التفاؤل الذي أحاط بخطة 2030 الاقتصادية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحسب الموقع الأمريكي بلومبرغ قال أن المستثمرين أصيبوا بخيبة أمل جراء خطوات السعودية العدوانية كاعتقالات الراتس وإسكاة المعارضين والخلاف مع كندا التي تشير كلها إلى أن السعودية تفضل استقرار النظام وتثبيت حكم بن سلمان على حكم القانون وبناء المؤسسات ويلفت الموقع إلى أنه من المستغرب أن هروب رؤوس الأموال يحصل رغم ارتفاع أسعار النفط ما يعكس صورة كئيبة ومألوفة عن ازدياد الإنفاق الحكومي في السعودية وبطء النمو وخوف المستثمرين أما الإنتاج ففي مستوى صحيق دائما بحسب بلومبرغ ألنا مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان استعدوا مواقع عسكرية في منطقة الفرع قبلة نجران السعودية الحدودية وأفاد المصدر بسقوط قتلى وجرح من الجيش السعودي خلال عملية السيطرة كما رفضت عملية عسكرية على مواقعه في جبل عرف قبلة منفذ علب بعسير السعودية وفي الداخل اليمني استشهد وجرح مدنيون باستهداف مقاتلات التحالف السعودي سيارة تقل منازحين في مدرية الدريهم جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد معنا من صنعاء مراسل الميادين أحمد زبيبة أحمد أهلا بك وفدنا منذ قليل من غرفة الأخبار بأن هناك مجزرة جديدة أين من المستهدف تفاصيل أخرى معك تفضل نعم قبل قليل أبلغنا من مصادر محلية وأيضا طبية للميادين تحدثت عن مجزرة جديدة للتحالف السعودي في مديرية الدريهمي جنوب الفديدة غرب اليمن كان الاستهداف الغارة الأولى للتحالف على منزل مواطن في الجهة الجنوبية الشرقية للدريهمي وتحديدا في قرية الكوعي المعلومات تفيد أن غارة أخرى للتحالف السعودي استهدفت تجمع لمدنيين أثناء نزوحهم وخروجهم من الغارات والمواجهات العنيفة التي تدور في الأرض بين قوات الجيش واللجان الشعبية وقوات التحالف المشتركة من جهة أخرى الغارة الجوية الثانية التي استهدفت المدنيين أثناء نزوحهم الذين خرجوا جرحى من استهداف المنزل بالإضافة إلى أسر أخرى المعلومات الأولية تتحدث عن خمس أسر تم استهدافها بينهم نساء وأطفال وأيضا تحدثت هذه المصادر عن استشهاد قرابة 26 مدني بينهم أطفال ونساء كما قلت بالإضافة إلى العشرة من الجرحى نتيجة هذا الاستهداف وفرق الإسعار حتى هذه اللحظة لم تستطع الدخول إلى قرية الكوعي التي تشهد مواجهات على الأرض بالإضافة إلى التحليق المكتف لطائرات التحالف السعودي الأرقام يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك أرقام الضحايا من الشهداء والجرحى المعلومات الدقيقة سنقصل عليها خلال الساعات القادمة في حال استطاعت فرق الإسعار في الدخول إلى قرية الكوعي وإنقاذ ضحايا قصة التحالف السعودي نعم أحمد وبخصوص بأن الجيش واللجان استعادوا مواقع عسكرية في نجران السعودية الحدودية هل لديك تفاصيل؟ نعم المصادر العسكرية هي تحدثت عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على عدد من المواقع العسكرية في منطقة الفرع وهي منطقة قبالة النجران السعودية وهي عند الحدود المشتركة بين اليمن من محافظة صعدة اليمنية الحدودية بالإضافة إلى نجران السعودية عن طريق عملية هجومية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقع الجيش السعودي في منطقة الفرع والتي انتهت بالسيطرة لم يتم الإعلان عن هذه المواقع أو أسماء هذه المواقع نتيجة استمرار المواجهات بمحيطها بالإضافة إلى التحريط المكثف لطائرات التحالف السعودي هي أتت تزامن هذه العملية مع هجوم مماثل للجيش واللجان الشعبية وهو استهدف مواقع للجيش السعودي في جبل عرف قبالة منطق علب بعفير السعودية أحمد زبيب مراسل الميادين كنت معنا من صنع شكرا جزيلا لك فاصل قصير وسنعود من جديد أهلا بكم إلى فلسطين المحتلة حيث اعتدى عشرات المستوطنين على شابين فلسطينيين في الضفة الغربية الشابان كان يستقلان سيارة خلال عودتهما من مدينة رامالله باتجاه قريتهما كفر قليل وأحطموا سيارتهما واعتدوا عليهما بالضرب المبرح قرب حاجز زعتر جنوبي نابلوس اعتداءات المستوطنين هذه تأتي في وقت تتصاعد فيه سياسة الاستيطان الإسرائيلي في مناطق الضفة حيث برزت تحذيرات فلسطينية من المخطط الإسرائيلي لتوطين مليون مستوطن في الضفة وانشاء عشرين مليون وحدة استيطانية خلال عشرين عاما وذلك في إطار مخطط استكمال تهويد الضفة وتحويل المدن والبلدات الفلسطينية إلى معازل المخطط الإسرائيلية سوفه الفلسطينيون بأنه استكمال للمشروع الصهيوني الأكبر نسرين سلمين في سباق مع الزمن بدأت إسرائيل بمحاولة لتنفيذ المشروع الصهيوني الأكبر بحسب وصف مراقبين وهو ما شرعت به في حرب عام 48 عسكريا والآن يستكمل على الأرض المخطط يهدف إلى إقامة إسرائيل الكبرى على كل الأرض الفلسطينية في ظل غياب أي تدخل دولي أو عربي لإيقافه خصوصا بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل وتشريعها الاستيطان ومحاولة تصفية قضية اللاجئين للأسف لا يوجد الدعم المطلوب إقليميا عربيا عالميا دوليا وحتى في المؤسسات الدولية لحماية الفلسطين لحماية الحق الفلسطيني لحماية الأرض الفلسطينية لإعادة إحياء الرواية الفلسطينية والرواية العربية أيضا المخطط يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات تعزلها المستوطنات والجدار الفاصل وإلى تهويد القدس بشكل كامل وفصل الضفة عن غزة نهائيا كلها مشاريع يبدو أن العمل فيها جار على قدم وساق من خلال تمرين مخططات إسرائيل وبشراكة دولية لفرض الأمر الواقع المخطط الاستطاني هو المخطط الإحلالي هو ما هو عنوان ما تقوم به إسرائيل على أرض الآن إسرائيل تريد أن تكرسه بواقع عملي له علاقة أيضا بالمأسسة القوانين من ناحية وأيضا من ناحية الاتفاقيات وجاءت صفقة القرن نأجل مأسسة هذا الموضوع وبحسب براقبين فإن إسرائيل تسعى إلى ضم ما تبقى من أردن فلسطينية خصوصا مناطق سي بما فيها غور الأردن الاستراتيجي والذي يضم أكبر مخزون من الماء كما تسعى إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة خلال سنتين إلى ما يقارب مليون مستوطن وبناء 20 مليون وحدة استطانية في الضفة إسرائيل تريد تمهيد الطريق لضم الضفة الغربية أو مناطق سي التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المخطط الإسرائيلي سيعني في النهاية مدناً وبلدات فلسطينية معزولة لا مستقبل لها المخطط الإسرائيلي هو مخطط للفصل العنصري والأبرتهايد وهو أكثر مخطط استطاني إحلالي فالتجيق على البلدات الفلسطينية سيعني التجيق على الفلسطينيين على أمل دفعهم للهجرة وبالتالي مصادرة أرضهم وتحويلها للاستطاني والمستوطنيين نسل سلمي من أمام مستوطنة بساقوت المقامة على أراضي الفلسطينيين في جبل الطويل الميادين إلى ذلك أمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن تعترف الولايات المتحدة بما وصفه بأحقيتها في السيادة على الجولان السوري المحتل جاء ذلك رداً على ما أعلنه جون بولتون من أن هذه المسألة لا يجري بحثها في واشنطن في الوقت الرعي هل تخلت إسرائيل عن أمالها باعتراف الولايات المتحدة بسيادتها على مرتفعات الجولان بعد كلام بولتون هل سنستسلم لا يمكن ذلك في سياق المتصل فإن كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أثمان ستدفعها إسرائيل لقاء الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لها لم يقلق المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا عن تعاون وتنسيق إسرائيلي أمريكي في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين من الإسماعيل أصداء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل ستدفع ثمنا أكبر بكثير لقاء حصولها على هدية قيمة جدا في إشارة إلى الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل لا تزال تتردد في إسرائيل بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس حان وقت الدفع القدس خارج طويلة المفاوضات ولذلك على إسرائيل دفع ثمن أعلى في عملية السلام هكذا قال ترامب لكن في إسرائيل يبثون شعورا بعدم التأثر بهذا الكلام أعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية دعوا الإسرائيليين إلى الهدوء وعدم القلق لأن إسرائيل تنصق مع الأمريكيين أنا واثقة بأن ترامب يدرك كما قال أن القدس ليست للتفاوض ويفهم أن إسرائيل وأراضيها ليست للتفاوض أيضا خطنا الأحمر هو فكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية مخطط الدولتين لشعبين مات وأفلس وفيما وضع مراقبون كلام ترامب في إطار الثرثرة المعتادة منه قالت مصادر سياسية إن المستوى السياسي في إسرائيل لم يفاجئه كلام ترامب لأن نظرته كرجل أعمال للصراع معروفة لكن المبادئ الأساسية التي وضعها نتنياهو مقبولة لدى الإدارة الأمريكية ترامب يقول أمورا من الصعب تفسيرها أو فهمها لقد قال ذلك سابقا حاليا أنا لا أرى أن هناك إشارات لصفقة ما تعد ولا أرى أن هناك تأثرا في القدس بوجود هدايا كبيرة للفلسطينيين ما يعني ترامب الآن ليس اتفاق السلام مع الفلسطينيين لأن لديه الكثير من المشاكل الداخلية وفي ظل عدم التأثر الإسرائيلي بتصريحات ترامب رأى مراقبون أن كلام الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة لا يعد كونه تكتيك مفاوضات إلى غزة حيث يمر عيد الأطحى المبارك على عائلة الشهيدة رزان النجار والحزن يلف قلب كل من عرفها لينتزع رحيلها فرحة العيد من عائلتها أحمد شلدان لا تقف حدود الألام التي يسببها الاحتلال للغزاويين عند الرصاصة التي يطلقها جنوده صوب أجسادهم وأجساد أبنائهم فقط بل تمتد إلى جعل حياتهم جرحا غائرا مع كل مناسبة يستذكرون فيها أحبتهم ستبقي بروحك يا رزان بيننا في كل الزاوية وركن من هذا البيت باتت الشهيدة رزان النجار تمثل جزءا لا يتجزأ منه كنت ملاك الرحمة في وجه العداء لتبقى ذكراها شاهدة على قسوة الاحتلال ليس فقط على جسد سفيرة العمل الإنساني وإنما على عائلتها أيضا كان بيسبالي صعب كتير فقداني لرزان إنها رزان كانت هي بتمسل العيد بأكمله طبعا كان بيسبالي شعور غريب وجديد إن أنا فقداني لإلها يعني منوش شي هايا فقداني إلها ألم كبير بس بديني دفعه قوة إن أنا أقدر إن أنا أكمل المشوار لأن مش معنا حزن إن أنا أفضل قاعدة لا بالعكس أنا لازم إن أنا أكون أقوى من هيك الأم المكلومة تظل تقلب الشاشة متأملة ملامحات لطالما بثت الحياة في هذا البيت ففرحة عيد الأضحى هذا العام مع غياب رزان استبدلت بالألم والحسرة في أوضح تجسيد للمعاناة التي يعيشها الغزاويون أتمنى من العالم تشوف أنا وين واقفة وشو إحساسي هلأ أتمنى من كل العالم يعرف شو معنات إن أم تفقد ابنتها وهي واقفة الوقت لا مش قادر أبسط الكلمة أن أنا أحكي لها حتى الله يرحمك من كدر الوجع اللي أنا جوايا عائلة الشهيدة رزان النجار نموذج لعائلات أكثر من 170 شهيدا من شهداء مسيرات العودة طاولهم بطش الاحتلال باتت تعيش في هذه الأيام المباركة ألم الفقدان أحمد شلدان غزة الميادين أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور لبعيجي أن الحكومة المقبلة ستؤلف بإرادة عراقية خالصة مشددا على عدم السماح بأي تدخل خارجي في تأليف الحكومة المقبلة نهائيا وأكد أنه بالرغم من كل الضغوط الخارجية فأن ائتلاف دولة القانون لن يسمح بأن يكون هناك أي تأثير في مسألة تأليف الحكومة مؤكدا وجوبة أن يجري ذلك بأيد عراقية وقال أن الاتلاف هو الأقرب لتأليف الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب من خلال التفاهمات والتوافقات بين معظم القوى السياسية ونبقى في العراق حيث تعيش الجدة سناء في الموصل لرعاية 22 فردا من أحفادها بعدما ضح أبناؤها الخمسة في سبيل الوطن هو بيت الجدة مكان المتعة لكل الصغار لكنه لأولئك الأحفاد منزلهم الأبدي وقد خطف الموت آباءهم جميعا بعدما امتشق أسلحتهم دفاعا عن العراق كأنهم يلتقطون صورة تذكارية هم بحضورهم ينقرون في مخيدة الجدة جميل الذكريات وسيئها إنهم ما تبقى من أبناء خمسة اقتلعتهم الحرب وأبقت مخالب أوجاعها عائقة بجيدها أولادي خمسة ثلاثة منتسبين ثلاثة منتسبين واثنين مدنيين صغار ثمانية وتسعين والبلد ألفين الثلاثة واحد منهم قتلونه بالرصاص وتتمت القائمة موت في حرب تحرير الموصل من إرهاب داعش واثنين من أبنائها دفن في مقابر جمعية لكن من جاء داعش دمرني والله يا ابن بعد الأحوالنا قتلوا لا ما ظل على حالنا حال بل تحولت إلى أسوأ الأحوال السيدة الستينية تخشى أن يقضي العمر ولا يدى تحن على أحفادها من بعدها يطلعون رواتر يعملون بيتها يحيشون بيا لأنني لماذا عيشت مين سنة؟ أنا مصيري دمول فزوجها يعاني من مرض سهايلر ومن كان تافعونها قبل سنة توقفتا عن المساعدة لغياب الأجر الكافي فالعائلة كلها تعيش من راتب رمزي تسد عنها باب الفاقة التبرعات والمعونات الخيرية الانتخابات في موريتانيا فرصة تتجدد فيها الموسيقى وتخرج من بين صمت الجدران إلى فضاء المساحات العامة فتتحول المدن الهادئة إلى ملاهن وصخب بالأنغام الموسيقية التي تساهم في الدعاية الانتخابية للمرشحين أبي زيدان غابت السياسة وحضر الفن فقليل من الفن هنا يخفف من هموم وتجاذبات السياسة بحسب البعض هكذا هي أجواء الحمالات الانتخابية في نواكشور احتفالات فنية قبل أن تكون صراعا مفترضا بين برامج سياسية لاستقطاب ناخب لا يصوت هنا في الغالب إلا لاعتبارات قبلية وفئوية لم تكن البرامج السياسية هي المحدد للناخب الموريتاني لقدر ما كانت الخلفيات العرقية والعشائرية والقبلية هي الأكثر تحكما في المشهد السياسي في موريتانيا على الأقل هذا ما شهدناه خلال الاقتراعات والانتخابات السابقة مبالغ ضخمة تصرف من ميزانيات المرشحين للمناصب الانتخابية لتسجيل أناشيد وأغاني ولإحياء سهرات فنية ستشكل أهم محور في الحملة الانتخابية لكل مرشح على حدة فيما تنتشر الخيام على جنبات الطرق الاحتضاني هذه الأمسيات التي تشهد إقبالا كبيرا ولسيما بين أوساط الشباب الفن رسالة نبيلة والفنان طبيعة إنسان صادق لا هي ذاك اللاهية يقوم به من الدعاية قد يعود الله اللا صادق وعلى كل حالة لا يتجزأ من الحملة الانتخابية وإي حمل أو أي مولة رسالة في أي مجال ما فيها الفن والموسيقى أرى على أنها تعود ناقصة ياسر من مصداقيتهم ومع ذلك يرى بعض المراتبين أن السبب يعود فقط إلى أن المرشحين في الغالب لا يملكون أي برامج انتخابية ويكتفون فقط بتوفير متعة المشاهدة لناخبيهم في عاصبة تندر فيها الحافلات والسهرات الفنية العامة موسم الحملة الانتخابية هنا موسم فني بامتياز تتبارى فيه الفرق الموسيقية وتجدد عهدها مع جمهورها الفني في فرصة لا تتكرر إلا مع كل موسم انتخابي أبي سيدان وكشو الميادي إلى جانب توفير المسكن والمأكل والملبس والرعاية الصحية تحرص مراكز رعاية المسنين في تونس على توفير خدمات للمسنين تحفظ لهم كرامة العيش عماد اشتارة مع أبائنا المسنين اخترنا أن نكون خلال عيد الأضحى ستة وستون مسنا قد تكون الحياة أدارت لهم ظهرها لكن هذا المركز فتح لهم أبواب الأمل مركز بني بكلفة تنهز تسعة ملايين دينار بسخاء أهل الخير ليقدم لمن تقدم بهم العمر وفقد السند فرصة العيش بكرامة مرتاح الحمدول خير حتى من البرأ خير حتى مع عيلتي وواحد وكل شيء أنا لقيت راحتي خير ماذا بي العيد هذا في بلكتاوة بس نتبن مثلا المسو والحم وكذا والله هناك في كيلة ناكل في الصلاة ولا ناكل في حاجة ولا في خص نفسني يعني مش مرتاح إنسان بعيد هو في جهة وعيده في جهة في أمرض طبوزة ده ما عاشت نجم نجيبها المصاريف شاريكي ما عاشت نجم قاومي وأنا ما عندي شهر من غير الشهرية ادخلت الوحبة المركز ادخلت الغاية منها باش نداوي روحي رغم صعوبة التعامل مع بعض المسنين يحرص الساهرون على المركز على أن يكون الاستعداد لمثل هذه المناسبة محكما يحافظون على احترام تقاليد يوم العيد كما في كل أسرة مع توفيد الخدمات لكل مسن وفق ما يطلبه وبما لا يتعرض مع سلامته الصحية للتعامل مع المسن خصوصية كبرى تحتاج الإلمامة بالجوانب النفسية والصحية والاجتماعية ما يجعل من مهمة القائمين بشؤون المسنين تتعدى الواجب المهني إلى رسالة إنسانية يرون من خلالها البسمة على وجه المسن أفضل تتويج لجهدهم يا لي أنا بحبك وانت معاي انت معاي لكل مسن هنا قصة ورؤية للحياة ووضع صحي يحتاج المتابعة تفاصيل يلم السهرون على المركز بأدق جزئيتها لتكون عونا لهم في تقديم خدمة تراعي الخصوصيات وتحترم الاختلافات عامة شتارة تونس الميادين الكليجة من الحلويات الشعبية التي تشتهر بها محافظة دير الزور وهذه الشهرة سببها الطعم المميز والمذاق اللذيذ والمكونات التي يسمونها آلات الكليجة وهي من الحلويات التي تقدم طبقا رئيسيا على موائد ضيافة العيد تعتبر الكليجة من الحلويات الرئيسية لأهالي مدينة الدير الزور وتقدم في الأعياد كطبق لا يمكن أن يخلو منه أي بيت ديري مع حصار داعش للمدينة افتقدت ديريون بهجة العيد والفرح وافتقدوا معهما حلوة الكليجة التي غابت لسنوات عم إيدة ضيافة العيد بعد تحرير الدير الزور وفك التوقع عنها وعودة الحياة إلى مختلف مفاصل المدينة عادت حلوة الكليجة لتتصدر حلويات العيد وقد ارتبط اسمها باسم أهالي المدينة فهي تعرف باسم الكليجة الديرية ويتفنن الديريون بصناعة الكليجة فالبعض يقدمها كحلوة والبعض الآخر يقدمها مالحة وانتشرت في تلك المناطق نظرا لتوفر مكوناتها التي تعتمد على الطحين والماء وبعض المنكهات وكان يصنعها الأهالي منذ القدم نظرا لوفرة القمح والطحين في عروس نهر الفرات دير الزور الكليجة مادة أساسية بالنسبة لنا تعودنا عليها دائما باليوم الأول نقدمها لضيوفنا الكرام الذين يعايدون بعضنا البعض نحن من أهل الدير معروفين ومشهورين يعني أنه بالحلويات الكليجة كانت قديمة نعمل على الإيدة ما سعتين نتيجة تطور المحلات صارت نعمل بالمحلات وطبعا هي أفضل بالمحلات أفضل وأطيب عودة حلوى الكليجة إلى ضيافة العيد دليل على تعافي المدينة واستعادتها معظم طقوس الأعياد ما قبل الحرب لتمضي نحو إرادة الحياة من جديد إلى العنوين ترامب يحذر من انهيار أسواق البال في حال عزله بعد اعتراف محاميه بالتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بولتون ينقل عن الروس تأكيدهم أن خروج القوات الإيرانية من سوريا أمر غير قابل للتطبيق وموسكو تدعو واشنطن إلى النظري في وجودها غير الشرعي هناك مجزرة جديدة للتحالف السعودي جنوب الحديدة والجيش اليمني واللجان الشعبية يستعدون مواقع عسكرية داخل الحدود السعودية كندا تبدي قلقها الشديد من الحديث عن أعدام لنشطات السعوديات تقارير غربية تقول أن الرياض تواجه مأزق هروب رؤوس الأموال نفسني يعني مش مرتاح إنسان بعدها هو بجيها وعيده بجيها وكان في النشرة العيد في دور المسنين في تونس رعاية واهتمام لا يلغيان حسرة البعض عن الأقارف والمزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الإنترنت الميدين دوت ناتو بلغتين الإسبانية وإسبانول دوت الميدين دوت ناتو كذلك العربية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر